وللمرة الثانية خلال شهرين تفرض واشنطن عقوبات على الحوثيين تطال شبكات تسليح تعمل بغطاء تجاري العقوبات الجديدة استهدفت قياديين في ميليشيا الحوثي وأربع شركات مملوكة لهم ضمن شبكة عالمية تتألف من عملاء المشتريات ومسيري الشحن والاستيراد تنشط الشبكة في شراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازم لتصنيع ونشر مجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة بما في ذلك مكونات تصنيع الصواريخ والمسيرات عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الجديدة طالت القيادية الحوثي أحمد خالد يحيى الشهاري وشركاته الثلاث بينها شركتين في جوانتو وهونغونغ في الصين الشهاري يقيم خارج اليمن ويقوم بتسهيل شحنات عديدة للأسلحة من الموردين إلى الحوثيين عبر شركاته للخدمات اللوجستية كما طالت العقوبات القيادي الحوثي البارز ماهر الكينعي وطالت أيضا شركته وايتك لخدمة أنظمة الاتصالات والحماية ومقرها صنعاء والتي عملت على تنسيق أعمال التهريب للحوثيين وفقا للجانب الأمريكي فأن الكينعي خرط فيه دعم جهود الميليشيات في المشتريات العسكرية والتهريب ونسق مع عملاء مشتريات آخرين لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج لصالح هيئة تصنيع الأسلحة الحوثية وتظهر معلومات حصلت عليها الحدث أن الكينعي أنشأ في منتصف يوليو الفائت شركة حلول التجارة العالمية كغطاء لأنشطته في استيراد ونقل المواد التي تدخل في الصناعات العسكرية اشتركوا في القناة